العلاج بالخلايا الجذعية عامة وطب خلايا الجذعية عضو النقابة والبورد الشيكي والألماني والأوروبي الدكتور نواف العنزي حياك الله معنا دكتور الله حيكم يا الله فيكم دكتور بداية أكيدنا بنعرف شنه هو محفز الخلايا الجذعية واللي يكون بدون تدخل جراحي نعم دكارتي قبل في المقدمة تدخل الجراحي هذا المتعرف عليه وله طرق معينة وموضوع عن الخلايا الجذعية وأنواعها وقلب الناس عارفها وهذا ما راح نتطرق له في الوقت الحالي نحاول نركز عليه أو الموضوع الذي ذكرته تحفيز طبيعي داخل الجسم بدون تدخل جراحي باختصار شديد هو إعطاء الجسم طاقة الممكنة أن الجسم نفسه يبدأ في إنتاج الخلايا الجذعية الخلايا الجذعية موجودة عندنا في النخاء العظم أو في الفات أو الشحم في مضقة البطن مثلا الخلايا الجذعية في الجسم الإنسان تفرز في أكبر كمية تفرز في الطفولة إلى سن 25 بعد 25 تبدأ كمية الخلايا الجذعية في النزول نعم أي جزء في الجسم كبد أو كلا أو قلب أو رئة أو ما إلى ذلك نعم طيب إحنا على أساس أنه بعد ما تبدأ يعني إنتاج الخلايا الجذعية في الجسم ينزل هذا المنتج يعزز قدرة الجسم على إنتاج كمية من الخلايا الجذعية من النخاء العظم أو من مثل ما ذكرت في منطقة الشحم أو منطقة البطن مخلا بحيث يكون انتشارها في الجسم أكبر وربطوا لأبحاث والدراسات كلما كانت نسبة الخلايا الجذعية أكثر في الجسم كلما كانت الحالة الصحية ممتازة يعني يسمونها الولنس أو الفيتاليتي تكون عند الإنسان مرتفعة بناء على كمية الخلايا الجذعية الموجودة داخل الدورة الدموية نعم أما فيما يتعلق في المنتج المنتج عبارة يعني يصنف لا يصنف كدواء ويصنف مكمل غذائي له القدرة في مجموعة مركبات لما يعني على سبيل المثال كابسولتين في اليوم ترفع نسبة الخلايا الجذعية إلى 25% في الدورة الدموية وطبعا هذه حسابها بسيط جدا مجرد أخذ عين الدم وفحصها ويتم ملاحظة الخلايا الجذعية نقطة مهمة جدا موضوع الخلايا الجذعية شون تعرف الخلايا الجذعية هذا المهم الخلايا الجذعية هي الخلية الأساسية لكل إحنا عندنا في الجسم لا يقل عن 220 نوع خلية خلايا القلب مو مثل خلايا الرئة خلايا الرئة مو مثل خلايا الكبد هذه خلية أساسية منها تتشكل خلايا الثانية على سبيل المثال عند المريض في السكر أغلى مرض السكر يكون سبب خلل في البنكرياس أو تموت خلايا في البنكرياس مثلا نعم من الخلايا الجذعية بشكل طبيعي بدون تدخل جراحي طيب عن طريق هذه الكبسولات التي تم تركيبها عن طريق دكتور كريستيان دراباو وهو اللي يعني مع مجموعة أطباء يابوا تركيبها طبعا المنتج هذا موجود من 15 سنة الآن إن شاء الله يعني راح ينزل أو تقريبا الحين موجود في الكويت في الأيام هذي ويمكن طبعا الاستفادة منه والحصول عليه في الصيدريات نرجع حق موضوع الكبسولات هذه بالتحديد يعني واستعمالها مثل ما ذكرت استعمالها البسيط جدا كبسولتين تعطي الجسم طاقة أو الكفاءة بحيث أنه ينتج كمية أكبر من خلايا الجذعية يستفيد الجسم منها تنتشر خلال الدورة الدموية أي مكان في الجسم خشونة أو كذا معروف أنه لما يكون فيه جرح في الليد مثلا طبعا يسمونها مثل ميسنجر يتم إرسال إشارات للجسم أنه فيه عضو يعني فيه تضرر فلما ترسل إشارات كل خلايا الجذعية في الجسم تنتجهي للمنطقة المتضررة حتى يتم إعادة ترميمها لكن لو كانت كمية خلايا جذعية قليلة وبسيطة ترميم راح يكون ضعيف ورح يأخذ وقت نحن نتكلم حين على جرح جرح هذا موضوع بسيط لكن الموضوع الصعب لما تكون خلايا داخل الجسم لما تكون الكبد تعبانة أو الكلة أو يعني يسمونها الفيتال أورغانس اللي هي العضاء المهمة جدا في الجسم القلب الكبد الرئة وما إلى ذلك وفيه طبعا إثباتات الموضوع مو فقط يعني كلام لا مثبت بالأبحاث والأدلة وفيه أكثر من طبيب حول العالم سوى أبحاث حالات المرضى خلال ستة أشهر بعد سنة بعد ثلاثة أشهر لا في متابعة الموضوع هذا؟ نعم لا لا في متابعة طبية بحثة في يعني كلينيكية فيما يتعلق في المنتج وطبعا أرجع وأقول كل إنسان تعامل مع الكابسولات أو يختلف يعني أنا ما أقدر أقول إذا خدت الكابسولات راح تعالج من السكر أو إذا خدت الكابسولات راح تعالج من الضغط لا أنا أقول راح تحسن من حالتك تحسن من شخص إلى شخص يخرج يختلف صح نعم في حالات أنا شخصيا أكلم ولي كان عندهم مشكلة الكوليسترول يقول استغل عن كابسولات الكوليسترول لكن لا أقدر أقول أخذ المنتج ولا تأخذ مثلا دول الكوليسترول لا كل شي تحت إشراف طبي صحيح نعم صحيح إذا بنتكلم أكثر عن مصدر الخلايا الجذعية نفسها شون نحصل عليها؟ الخلايا الجذعية نحن ذكرنا في البداية إما عن طريق جراحي أو عن طريق المحفز اللي هي الكابسولات اللي هي ستيم ريليس مثلا أو تترجمتها محفز للخلايا الجذعية خلايا الجذعية وأنواحها في منها المشيمية وفي منها الأدلتستيم سلزل هي الخلايا الجذعية البالغة خلايا الجذعية البالغة اللي موجودة في أجسامنا وهذه في الأولى الأخيرة طبعا يتم تركيز عليها أكثر لأنها أكثر أمالا وأكثر فعالية وأكثر يعني نتائجها للمرضى اللي استعملها كانت أحسن الموضوع الجراحي معروف عند الكل مثل ما ذكرت البداية أنه يتم سحب يعني من النخاء وفي طريق آلات معينة يسمي استخلاص الخلايا الجذعية وعادة تركيزها ومن ثم حقنها في المناطق المتضررة أفوا في بعض الأبحاث أنه حقنوا الخلايا الجذعية في القلب بعد إصابتها بالجلطة مثلا وظهرت النتائج أنه للقلب يعني كان فيه تجديد للخلايا القلب لكن لا زالت في طورة الأبحاث لكن مثبتة احنا نتكلم عنه يعني ركز على موضوع أنه فعلا قدرة الخلايا الجذعية على تجديد كل يعني خلايا الجسم بشكل عام اليلد البشرة طبعا من أكثر الملاحظة بعض الناس يستعمل الكابسولات الجذعية وهو إنسان صحي ما عنده أي مشكلة شباب مثلا 35 أو 40 لاحظوا مثلا زيادة في النشاط زيادة في المزاج العام للجسم لللياقة يعني دكتور حتى الشخص السليم الصحي لا يعاني من أي شيء ممكن أنه يستخدم هذه ضد ضد يعني ما بيأ بارغي يعني ممكن أن أقول لك يعني أنا شخصيا من أكثر الناس اللي كنت يعني أبتعد عن المكملات القذائية لكن لما أنا استعملت بصفة شخصية يعني وجربت الأفكت أو التأثير الإيجابي للمنتج هذا اللي حفزني أكثر أني أدخل في هالمجال وأكون عضو في لجنة الأبحاث الطابعة لستيمتك من تقريبا من ثلاث سنوات عندنا نحن مجموعة حول العالم يعني كل دكتور مكلف بعمل ريسيتش معين على المرضى اللي موجودين عنده مثلا أنا يعني فملاحظاتي لازم أسجلها أنا يعني كمجال جراحة أتابع المريض طبعا هذه بصفة خاصة بيني وبين المريض بالإضافة إلى عملاتي الجراحية طبعا أتابعه مثلا بعد استعمال الكبسولات الجدعية لاحظت أن الجروح تلتأ بشكل أحسن وبشكل أسرع طاقة الجسم على التجديد تحسنت بشكل ملاحظ من غير الأشخاص اللي ما استعملوا الكبسولات هذه بالنسبة للشباب يعني لاحظت مثلا حتى في الرياضة أن الطاقة الرياضي كانت تزداد يعني إحنا ما بنقول نروج أن هذا منتج يساعد على تقوية الرياضيين لا إحنا نجدد الجسم بشكل عام عضلات الجسم البشرة اليلد الأمور هذه في تحسن بعد استعمالها مثلا من شهر إلى شهرين إلى ثلاث والكونات الطبيعية ما لها أي آثار جانبية على الإطلاق وهذه مثبتة بالفحوصات والتحاليل الطبية أكثر الأشخاص اللي يستعملون أطلب منهم كل ثلاثة شهر فحص الفحص يبين البراميتر والمعايير الكاملة للجسم وفعالية الأعضاء إذا كان في خلل في الكبد أو في الأكس في ناس بعد استعمالهم المحفز للخلال الجذعية التحاليل الطبية كانت ممتازة جدا هل ممكن أنه يفيد أيضا تجميليا؟ نعم تجميليا مثل ما ذكرت خلايا البشرة بشكل عام يعني الخلايا الجسم ومن ضمنها البشرة يعني إحنا لما نتكلم عن تجديد إحنا قاعد نقول يعني الليسان يدخل في مرحلة تجديد يعني عادة شباب عادة شباب مو بس من داخل الأعضاء حتى من بره يعني الشعر الويه البشرة أنزين بالنسبة للنساء إذا طبعا إذا ما كان الموضوع ميراثي إحنا ما نقول أن هذا دو حق كل شيء أو أنه يساعد حق كل شيء لكن إذا كان الموضوع يتعلق بعضو وإعادة تجديده نعم راح تنفع يعني إحنا قلنا مثلا بن كرياس هذا عند ضعف مثلا أو مثلا إنسان عنده مشاكل في الكبد أو مشاكل في الكلة أو كذا راح تساعد على إعادة تجديد الخلايا في جميع مناطق الجسم وبالتحديد المناطق المتضررة المناطق التعبانة طيب وفوائدها طبعا ما نقدر إحنا نشرح بشكل عام بس المبدأ إذا أنت عندك القدرة أنك تجدد خلايا جسمك التالفة يعني شنو المانع أنك تستفيد من هالمنتج أكيد أنزين ومثبت علميا يعني ما في أني أغير يعني 90% من استعمال المنتج لاحظ تغيرات بشكل عام على الصحة سواء كان شباب أو إنسان أو إنسان مريض يعني هل في سايد فاكت للموضوع ممكن أن يحصل فيه ضرر إذا أنا استعملتها بشكل مستمر؟ بناء على التحاليل الطبية ومتابعة المرضى أنا شخصيا وغيري من الأطباء لم نلاحظ أي تأثير جانبي لأن مكونات طبيعية هي عبارة عن مكونات يعني يدخل من ضمنها يعني نبتات وطبعا مذكورة على يعني ممكن نقعد نشرح حلقة كاملة مكونات وشنو تأثير كل مكون هذه المكونات لما جمعوها بنسب معينة طيب قد يدخل فيها يعني بعض المكونات الصينية قد يدخل فيها نبتة يعني في مجموعة معينة لكن أضوية ما يدخل فيها أي طبعا لا يدخل في الكبسولات أي خلايا جرعية بعض الناس لما يسمعوا كبسولات جرعية هذه فيها خلايا جرعية لا ما فيها خلايا جرعية ولا تحتوي على أي مشتقات حيوانية أو كيميائية معقدة فقط مواد بايو ناتشر يعني زل يش سموها يعني محفزة هي محفز فقط وليست تحتوي على خلايا جرعية المحفز تعطي الجسم الطاقة أن ينتج خلايا أكثر أما قلت كبسوتين ترفع نسبة الخلايا الجدعية بـ 25% هذه نسبة عالية طبعا ممكن الإنسان يزيد إلى أربع كبسولات في اليوم في حالات مرضية مثلا يكون محتاج أن الجسم يعيد تجديده بسرعة مثلا أقول أخذ أربع خمس ستحبات في اليوم ما في أي مشكلة ما رح يسبب ضرر لا 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 أبدا بالعكس هل هي تعتبر كمكمل غذائي ولا كحبوب أخذها للعلاج تصنف كمكمل غذائي زين تساعد على تجديد خلايا الجسم المتضررة بشكل عام طيب يعني أي مشكلة أغلب الكبار في العمر أو الكبار في السن المشاكل الصحية عندهم متعلقة بضعف في عضو معين أو تلف في عضو معين صحيح يعني أمراض القلب أمراض الكلا أمراض الكبد البنكرياس الرئتين كذا آلية العمل بدأت تضعف مع الوقت وإحنا ذكرنا في البداية خلايا الجدعية في الجسم تبدأت قل فإحنا لازم نرفعها وهذا شيء متعرف عليه ومعروف وممكن أي إنسان يطلع عليه أن الخلايا الجدعية كميتها في الدم نسبة ارتفاعها في الدم مرتبطة بالصحة العامة للجسم كل الناس الصحة أو كذا نسبة الخلايا الجدعية في الدم مرتفعة لذلك الجسم عنده القدرة الهائلة على تجديد كل شيء بشكل دوري وبشكل دائم لأنه عنده هذه الطاقة الموجودة نعم لازمين ليش نسبة الخلايا الجدعية تقل مع تقدم في العمر هل هو بسبب الاعتناء بجسمي وبصحتي هو اللي قاعد يأثر على هذا الموضوع هذه برمجة الجسم أغلب الناس إلى سن خمسة عشر طبعا فيه فرق في ناس مثلا لا جسم يبدأ ينتج إلى ثلاثين طبعا النزول ما رح يكون نزول قوي لكن نسب بسيطة نسب بسيطة إلى سن مثلا ما رح يكون نفس الطفولة طفولة لما يكون طفل يكون الجسم كل إنتاجه هائل لأنه لازم في طور النمو وفي طور البلوغ إلى سن تقريبا الخمسة وعشرين يكون المنحنة ثابت بعدين يبدأ يضعف فتطل عندنا الشيخوخة وكذا طبعا ما ندخل في تفاصيل تأثير الكابسولات الجرعية على التوليمورز اللي هي نهاية الكروموسومات والتوليمورز اللي في العارف اللي هي المتحكمة في عملية التقدم في العمر الاجينج بروسس هذه التوليمورز إذا حافظنا عليها ممكن نعطي نمدد في عمر الحمض النووي بما يؤثر على تمديد عمر الشخص طبعا عمار بيد الله ما في شيء لكن تلعب دور في الموضوع هذا اللي هو يعني أنك تمدي عمر الشخص وأنه يعني تحافظ على أن الأثر الشيخوخة تتأخر قدر المصطفى هذا وكأنه منتج يعني الناس كانت تحلم فيه فاللي يلتزم فيه ممكن أنه هو يحافظ على صحته يجدد الخلايا الجذعية يحافظ أيضا على شبابه وهذا الشيء يتوقع الكل أنه يتمنى منه يقدر يستفيد من هذا المنتج دكتور الكل صراحة الكل يعني بس يمكن المرات يعني من باب الاحتياط الحوامل اللي أقول مثلا ما يستعملون أو المرضع مثلا الأطفال اللي يسن معين يعني مع أن حتى الأطفال في حالات يعني مثلا استعملوا مثلا بس يعني جرعة بسيطة عبارة عن كبسولة مثل أطفال مثلا من سن عشر سنوات في حالات معينة محتاج تنشيط مثلا بس الأطفال يكون عنده حالة مرضية يعني الطفل اللي يكون عنده طبعا يفضل أنه يسأل طبيب قبل لا يستعمله أما الأشخاص البالغين من سن مثل خمستعش في حالة صحية عادية ممكن يستعمله طيب وما أبي أدخل فيه يعني تمنى يكون في حلقة لقاء آخر أن نتكلم عن الحالات يعني مثلا الجراحية أكثر وشلون صار يعني تأثير المنشط هذا أو منشط الخلاجدعية على تحسن حالاتهم نعم جميل أما الأطفال مثل ما قلت يستحسن أنه تحت إشراف طبي حلو إنزين دكتور إذا أنا مثلا عندي مشكلة في منطقة معينة إشلون أقدر أن أنا أشوف إش كثر أخذ حباب اليوم وإش كثر ألتزم فيك علاج الموضوع متروك للشخص الآثار اللي تحصل بعد استخدام الكبسولات يعني راح تبقى حتى بعد التوقف عنها وهذا السؤال يسأل يعني أغلب الناس اللي متى أنا ممكن أستعمل أنا حسين التحسن الكبسولات ممتازة يعني يعني ألاحظ التحسن مع الوقت لكن هل ممكن أستعمل فترة طبعا ما في وقت محدد أنا أترك للشخص تقدر تستعمله إلى أن توصل للنتجة التي تبيها تقدر تأخذ فترة ومثلا ترد السنة ليايا لكن أغلب الأشخاص متى نستعمل ستة أشهر ثلاثة أشهر ووقف الاستعمال الأثار بقت يعني مو أنه اليوم أنا أخذت الكبسولات أموري يعني أثارها مو مؤقتة لا 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 أبدا أبدا أثارها أنت أعطيت الجسم الطاقة والقدرة على إصلاح ما يحتاج الجسم إصلاحه إذا بتواصلين رح تكون النتائج تستمر الجسم رح يكون عند طاقة أكثر إذا وقفت الاستعمال عادي جدا ما في أي مشكلة صحيح جميل منتج جميل وأتوقع أنه لو يكون في متناول الجميع رح يستنسون منها يرد الشباب ويحافظ على الصحة وأيضا يعني يخلي الجسم صحي ويستمر إلى عمر أطول لكم طولة العمر إن شاء الله شكرا لك دكتور نواف العنزي إخصائي جراحة عامة وطب خلايا جذعية شكرا لك دكتور الله أفو